السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة لقسم التبريد والتكييف في كلية المستقبل الإحلية الجامعة اليوم عندنا درس جديد ومحاضرة جديدة لمعادلة التحليلات الهندسية والعددية فأرجو على الانتباه المعادلة التفاضلية الدرجة الثانية مع معاملات ثابتة general for الصيغة العامة المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية هي y double prime y double prime أو تقدرون تقولون y double dash plus a في ال y prime plus b equal g of x equal g of x a u b هي ال constant coefficient ثابت نجي لها المهم بهذه المعادلة العامة هي g of x انتبهوا لي if g of x equal zero if g of x equal zero معناها the differential equation is called homogeneous is called homogeneous معناها المعادلة التفاضلية راح تسمى homogeneous متجانسة if g of x not equal zero لا تسا صفر معناها the differential equation is called non-homogeneous ونحن نجي لها المعادلات التفاضلية المتجانسة with h constant coefficients إن l a will be هي الثوابت ال constant لو نجي نفرض إنه y إنه y تساوي y is equal exponential l lambda هذا الرمس هو l lambda في ال x راح أشتق هاي المعادلة راح يصرد y فتحة أو y double prime أو ألعف y prime تساوي l lambda في exponential l lambda في ال x أشتق همرة ثانية double in double y double prime أو y double dash راح أصير equal l lambda square راح أصير لحظ l lambda square في exponential l lambda في ال x طبعا اشتقاك l exponential أتكم هل سلو عوض ال y وال y فتحة وال y double فتحة أو ال y وال y prime وال y double وين بالصيغة العامة الصيغة العامة اللي هي مثل ما اتفقنا y double prime plus a في ال y prime plus v جوفيكس قلني أيو بيش بيهن constant وثوابت راح أصير عدي المعادلة ومكان y double prime راح أحط هاي l lambda square exponential lambda flex l lambda square exponential lambda flex ومكان y prime راح أحط شنوة l lambda exponential lambda flex مضروبة b من بال a لأن هنا أنا مضروبة b من بال a ال b مضروبة b من بال y لأن واحد يعني كل واحد طبعا y double prime معروفة y prime أيضا معروفة لكن y هي تمثلي رقم واحد بنحول من لصيغة من لصيغة اللعن هس راح توضعتكم لل سياق الحديث فهذه المعادلة تحولت إلى الصيغة التالية حولتم مكان a double prime a y prime z b 1 الواحد اللي هنا سأقلنا شنوة y فصارت لتساوي g of x فرضنا homogenous راح لش نسوي نصفرها لو نقسم هذه المعادلة كلها كل حدود هذه المعادلة على exponential lambda flex راح نحص راح نحصل على الصيغة التالية اللي هي مهمة بحل المعادلات التفاضلين الدرجة الثانية أهم صيغة اللي هي lambda square زائد a b تساوي 0 سهول المعادلة المساعدة زين لو تلاحظون اللانذا square لو نرجع عليها ايش اش قابل لي بالصيغة العامة y double prime لو تلاحظون قلنا ايف y prime اش قابل ل lambda اذن lambda square هي تساوي y double prime lambda 1 هي تساوي y prime و y ش ساوي 1 اذن y double prime lambda square y prime lambda y 1 a b ثابت سامن صفر لي اش هاي المعادلة المساعدة حتى حتى نحل المعادلات المتجانسة التفاضلين المتجانسة عدنا 3 الحالة الأولى case 1 1 1 a square 4 b أكبر 100 0 a square نحل 4 b أكبر 0 2 real root جذور حقيقية جذرين حقيقيات المتجانسة المن بالنسبة للمن هذا الحالة الأولى اللي لا تساوي للمن 2 نجي A square ناقص 4 b 0 هنا real double roots هنا ال lanza 1 ستساوي lanza 2 وأستطيع اسميه lanza باعتبار ان lanza 1 وال lanza 2 متساويات هالحالة الحل المتجانس أو general solution لل y homogenous سي 1 ثابت الأول لان lanza في x شوف ما حطيت lanza 1 يعني متساويات حطيت lanza في x زائد c2 ضربتها بx وحطيت lanza incus lanza في x هنا ضربت x على مدأزيل التشابه ليا شنين lanza 1 متشابه lanza في x العفو متشابه ف lanza 1 تساوي lanza 2 وال lanza وتساوي lanza حطيت x على مدأزيل التشابه هما بالنسبة إلى case 3 إذا عدي a square ناقص 4 b فالحالة lanza 1 والlanza 2 إن complex number الصيغة العامة أو general solution الحل العام المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية إذا كانت متجانسة homogenous راح يصير y homogenous تساوي exponential lanza في x أفتح قوس c1 cos omega في x زاد c2 sin omega flex هس نجي شنو الامage الامage هي تحت الجذر التربيعي b ناقص a square over four b minus a square over four أما lanza هنا راح يختلف راح يصير تعريف يناقص a over two إنت بولي الذين تعريفين هاي lanza نجي هاي lanza لنان خلق تعريف ناقص a على 2 هاي الامage نجي نجي من تحت الجذر التربيع b ناقص 4 square 4 b ناقص a square over four هاي وضحة عدي عرف للاند اللاند يقول لي هي جزء حقيقي من الاعداد المركبة بينما الامage هي ومن تكلمة معناها الآية تدخل الآية تحت الجذر تربيع minus 1 تذكر هاي مثل complex نبر راجعوا بلا يعني لازم تراجعون هذه الفقرة مع الاعداد المركبة هس عدي كم ملاحظة ملاحظة على نوت 1 ملاحظة الاولى in the case 3 بالحال الثالث where roots are complex number عرف ان الجذور هي جذور اعداد مركبة احنا ادي لاند وان وان اعرف اللاند احنا بصورة عامة اقدر اطلع قيمة للاند نعم اللاند 1 هي عبارة عن اللاند زائد omega في ال ال وال ال 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 من نجيبها من هذا التعليف اللاند تو هي عبارة عن ال ال minus omega في ال هس تعرفون بالامثلة شاء الله التوضحها شنو معنى نوع نوع 2 الملاحظة الثانية where roots are real طبعا من جذور حقيقية من جذور ومركبة معداد مركبة اللاند ذا تنحل بالدستور شوفوا اللاند هنا شو نحل شوفوا اللاند هنا شو نحل قانون الدستور يقول minus a plus تحت الجذر التربيعي a square minus 4 b over 2 وال لاند 2 minus a شوفوا بس الإشارة هنا صار شنو minus هنا شنو موجة نفس القانون تحت الجذر التربيعي a square minus 4 b over 2 a square minus 4 b over 2 نوع 3 هنا لاحظة الثالثة in case 3 الحالة الثالثة يا case 3 كيس 3 3 real root are شنو real الاند هي عبارة عن minus a minus a over ونفس هذا القانون اللي حبيت بس أكد عليه هنا كملاحظة شوفوا هنا الاند 1 و 2 جد اختلف عن القواني يعني بالcase 1 والcase تقريبا 2 أيضا تستخدم قانون الدستور نأخذ المثال حتى نوضح هذا الكلام كل example 1 solve y plus 4 3 y equal 0 هذه معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية أول ملاحظة لاحظة أنها تساوي صفر إذا نشبيه هو مجين أجي قلنا مكان كل y double إبراهيم شحط لعند ملاحظة وملاحظة 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 أول شغلة أساوي هذه من سويت هذه الشغلة راح تتحول المعادلة التفاضلية إلى axillary equation اللي هي المعادلة المساعدة صارت لانذا سكوير لص أربع لانذا لص ثري تساص هنا من صار تيش معادلة أقدر أعرف قيمة a والb a هي راح تساوي 4 والb راح تساوي جهة 3 نعدي طريقتين للحل الطريقة الأولى أما أحلى بالتجربة أقول لانذا أفتح قوسين أقول لانذا زائد 1 واللانذا زائد 3 طبعا قلنا هنا نحط لانذا 1 ولانذا 2 طول لانذا 1 زائد وبعد حل لها فاللانذا 1 واللانذا زائد 3 راح تساوي 0 أريد أتأكد من هذا التحليل التجربة صح لو خطأ أضرب قريب قريب أضرب الواحد في اللانذا راح يساوي 1 راح يساوي 1 لانذا واضرب اللانذا فيه 3 راح تساوي 3 لانذا أجمع 1 لانذا ب3 لانذا راح يطلع للحد للوسط اللي هو 4 للانذا هس صار عدي قوسين وساوي 0 أما لانذا زائد اللانذا زائد 3 تساوي 0 تطلع للانذا نقص 0 لاحظت أنه اللانذا 1 لا تساوي لانذا 3 إذن ياء كيس كيس 1 إذن ياء كيس كيس 1 إذن بالكيس 1 المعادرة متجانسة ما تعد قانون الواي homogenous أو general solution هو c1 في اكس لانذا 1 في x زائد c2 في اكس لانذا 2 في اكس زيد اللانذا 1 عدي قيمة تسالف 1 واللانذا 2 عدي خلف سالف 3 عوض المكان عندما اطلع للواي homogenous c1 في exponential minus z c2 في exponential ناقص 3 اكس جنال وصل اش نانا قبل ما اعبر للطريقة الثانية ادي ملاحظة بسيطة قيم c1 والc2 هذي تستخرج فقط اذا اطيتك boundary condition بالسؤال تشطيتك boundary condition راح تتوضح بالانتدى القادمة ان شاء الله لو ريني محل هذا السؤال بطريقة ثانية مثل ما قلنا a هي 4 والبي جيت هي 3 عربة 8 من الاكس اقدر راح لها بالدستور اي نعم اقدر راح لها بالدستور اللان دون ناقص زاد تحت الجذر a سكوير minus 4 b over 2 وناقص 4 طبعا هاي قيمة a وناقص 4 قيمة a اضان تحت الجذر و 4 مضروب b لها 3 على 2 راح تطلع لسالب 1 شوفوا لاحظت لاحظت اللان دون نفس الطريقة لأطلعت لسالب 1 اما بخصوص اللان دون نفس الطريقة طلعت لسالب إذن نحلية بالطريقة الثانية لازم نحل الأول مطابق للحل الثانية أجي على هذه المواد الأول شي أحول l-axillary equation y-double برايم عملت عنها لاندس كل لأربع نزلت y برايم حطت ها لاندس أربع والواي سويت 1 4 في 1 4 سويت لجهة 0 إذن حللت بالتجربة طلعت لاندس ناقص 2 لاندس ناقص 2 0 أجي أسو تشيك تشيك على هذه المهاضلة هاللي يطلع لي قريب في قريب وبعيد في بعيد يطلع للحد الوسط سالب 2 شوف انت بخير هو الإشارة سالب 2 في لاندس سالب 2 لاندس ووجب لاندس في سالب 2 سالب 2 لاندس سالب 2 لاندس زاد سالب 2 لاندس سالب 2 لاندس إذن أوكي يقدر أكمل الحال هسا القوس الأول لاندس ناقص 2 سالب إذن لاندس ناقص 2 سالب لاندس 2 ولاندس 2 ناقص 2 سالب لاندس 2 إذن لاندس 1 ولاندس ألاحظ هنا أنه مساويات إذن يا كيس كيس 2 لاندس لاندس 2 تساوي لاندس إذن الواي هوموجني c 1 لاندس زاد c 2 طبعا اثنين هي قيمة لاندس زين أريد أتأكد آني أريد أتأكد من هاي إني هي كيس 2 أريد قيمة أي يجد 4 قيمة ب يجد 4 تأكدولي إذا هذا الثنين ساوى 0 معناها كيس كيس 2 هننجي للطريقة أو الحل الثاني هس نجي كيس 2 اللاندس متساوية اللاندس أو لاندس إذن اللاندس تعريفة ناقص أي أوفر جهة 2 ناقص 2 ناقص أي أوفر 2 طبعا إيجد قيمتها سالب 4 فاللاندس تشوفوا ناقص ناقص 4 على 2 جهة تساوى 2 إيج لاندس تساوي لاندس 2 تساوي جهة 2 هذا أول الجزء طلعت زين هذا التشيك تساوه بأي معادلة طبعا أنا أجبت لكم بداية ساوه أنا أمود قبل ما توصلون ها بس إن شاء الله تضبطوها بكل الأسئلة حتى أنا أتأكد من أنه هذه هي صح الكيس الثاني أي سكوير ناقص 4 بي لازم يجد تساوي 0 فيأجي أي سكوير هي سالب 4 بي جد بي جد إن أنا هم 4 فسالب 4 تربية 16 4 في 4 16 ساوات لصفر إذن أنا اتأكدت إنه هيا كيس كيس 2 نجي ناخر المثال تعال ي دابل برايم بلاس 2 برايم بلاس 4 برايم equal 0 أجي أول شي حول علم للأجزيل الريقويتش مكان كل وي شحط لانذا سكوير مكان كل 2 تنزل مكان كل وي برايم شعط لانذا لاربعة تنزل مكان كل وي شحط واحد طلعت لهاي الأجزيل الريقويتش أجي أحل لها بطريقة التجربة لانذا زاد 2 ولانذا زاد 2 تحق خوص طبعا تساوص إني إجي تشاك قريب قريب 2 في لانذا موجب 2 في لانذا طبعا ناخذ الإشارة وموجب لانذا في موجب 2 موجب 2 في لانذا جماعة لأربعة لانذا والحد الوسط هو 2 لانذا إذن ما تنحل بيمان بالتجربة أجي أطلع قيمة A والB من الأكزل هذه قيمة A اللي يجد 200 وهذه قيمة B اللي يجد 4 أسوي تشيك عن طريق المعادر مالتي A سكوير ناقص 4 B A هي 2 تربي ناقص 4 الB لي 4 راح تساوي ناقص 12 وهذه أصغر من الصفر إذن هذا شنو كومبلكس نمبر يا كيس القانون بالكيس يقول عدي لانذا وعدي أوميغا اللانذا هي ناقص A أفر 2 الA جد 2 ناقص 200 على 2 ساوي سالب 1 طلعت قيمة اللانذا لأوميغا تحت الجذر B ناقص A تربية على 4 الB جد قيمته 4 والA جد قيمته شو الآن تب 2 تربية 4 على 4 1 4 ناقص 1 جد لعف شو طلعت قيمة اللانذا طلعت قيمة الموقع إذن كيس يقدر أجي بالمعادلة العامة مالتها الجنرال سوليوشن صيغة العامة Y homogenous exponential لانذا في X تعقو C1 cos omega x زاد C2 sin omega x اللانذا هي سالب 1 عين زيتها سالب 1 وال أوميغا اللي هشغد جذرة العامة أريدكم تحلولي example 2 by another way و example 3 and by another way شكرا جزيلا للأصغر أكو